دون رهبة وبتقة كبيرة يجلس أمام الكاميرا بين يديه ملك أحمر لا يفارقه وبلغة بسيطة وبتلقائية يشرع في سرد تفاصيل قصة جديدة من قصصه البوليسية المشوقة هكذا يطل الضابط المتقاعد عن قدر الخراج كل يوم على متابعيه على موقع يوتيوب يقول أول مرة كنت فيها وجها لوجها أمام الكاميرا استغرب المخرج وسألني عن السر وراء قدرتي على الحديث بعفوية وبدون ارتباك أمام الكاميرا كان جوابي حينها أنني أعتبر كبيرة بمثابة شخص أجالسه وأتحدث إليه معه بشكل مباشر وبدون حاجز يقف بيني وبينه يحكي عبد القادر الخراج عن وقفته الأولى أمام الكاميرا وتلقى الفيديوهات اليومية التي يصرد فيها الضابط السابق قصصا بوليسية ملايين المشاهدات على منصتي يوتيوب والفيسبوك وكلها قدايا عمل الضابط على فك خيوطها خلال مصاره المهني أو اشتغل عليها رفقة زملاء سابقين معه ويعبر أغلب متابع فيديوهاته اليومية عبر تعليقاتهم عن إعجابهم بأسلوبه الممتع والذي يتميز بالعفوية في نقل أحداث تنبع من عالم الإجرام والمجرمين خلال فترة عمله في مختلف أسلاك الشرطة المغربية على امتداد أربعين عاما قبل التقاعد وعندما كنت أعمل في سلك الشرطة كنت ألاحظ دائما أن الناس عادة ما يقعون بسهولة ضحايا قدا يتتكرر دائما بنفس الطريقة وهو ما دفعني للتفكير في البحث عن طريقة للمساهمة في توعية المواطنين واطلاعهم على كل التفاصيل التي يعتمدها المجرمون للإقاع بهم حتى لا تتكرر معهم أخطاء ضحايا سابقين ولا يتحولون إلى فريسة سهلة في يد المجرمين يبرز الخراز دوافعه لصرد أحداث القسس البوليسية على اليوتيوب انطلقت ضابط المتقاعد في أول فيديوهاته من قدايا اجتماعية إلا أن أول قصة جريمة تطرق لها شكلت فارقا بالنسبة له ولقت انتشارا واسعا حيث شرع بعدها في عرض مزيد من القسس من هذا النوع يقول الخراز بعد الصدى الإيجابي الذي حضيت به حلقة الأولى عن الإجرام على اليوتيوب وما حصدته من أرقام مشاهدة مرتفعة تبين لي حينها مدى تعطش المغاربة لهذا النوع من المقسس وما لهم من البرامج الغير الهادفة وهو ما حفزني على الاستهاد أكثر وعرضي المزيد وأضف مع انتشار الفيديوهات بشكل أكبر ازداد عدد المتابعين وكان التحدي أمامي دائما هو خروج المساهد باستنتاج واحد مفاده أنه لا مفر من العقاب عند ارتكاب أي جريمة وتحسيسه بضرورة الالتزام باحترام القانون كما أن تلك الحلقات كان لها دور في مصالحة الجمهور مع المؤسسة الأمنية ويتابع أضحى الناس يعملون عمد العناء الذي يتكبده رجال الأمن من أجل التصدي للمجرمين وفك القدايا الإجرامية وتحولت مشاهدة المتابعين للمحتوى الذي يقدمه الخراز إلى إدمان يومي لدى الكثيرين حسب تعليقاتهم يتذكر أنه عندما ألم به مرض ودخل المستشفى كانوا بعض الناس يسألونه عن حالته الصحية باستمرار فيما كان البعض الآخر يسأل عن موعدة عمله لمواصلة عرضه قصصا جديدة يقول الخراز فترة الحجر الصحي كانت بالنسبة للكثيرين سجنا موقفة في حيث كنت متوقعا معها أن يزداد الإقبال على مشاهدة التلفزيون واليوتوب وهو ما دفعني خلال هذه الفترة إلى قطع وعد للمشاهدين بعرض حلقة جديدة كل يوم غير أنني لم أتوقع أن ذلك سيتطلب جهدا مضاعفا ويأخذ وقتا كبيرا يقول التقاعد بداية مشوار لعطاء جديد ويشدد على أن العمل والإنتاج لا يرتبط بعمر الإنسان وما دام الشخص يؤمن بقدرته على الأطاع عطاء المستمر فإنه يكون قادرا على النجاح والتألق ويضيف رغم بلوعي سن التقاعد كنت وما زلت أفضل مجالسة الشباب لكونهم أكثر فتاحا من غالبية المتقاعدين الذين يعيشون منغلقين على أنفسهم وتسيطر عليهم الكثير من الأفكار السلبية المشاهد تيفي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونوا في لعشان يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جام اشتركوا في القناة